قال مفت الجمهورية دكتور شوقي علام إن بناء الدولة على وجه حقيقي لا يكون إلا برفع كل أشكال الفساد مؤكداً أن هذا العصر أحوج ما يكون إلى الأمن الوظيفي والأسري والمجتمعية وخلال كلمته بمؤتمر تعارض المصالح والخدمة المدنية الذي نظمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شدد علام على ضرورة وجود الأطر الوظيفية الحقيقية التي تخدم المجتمع ووجود تشريعات تحميها مطالباً بإيجاد الإجراءات اللازمة ليكون هناك تقديم للأكفأ إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتنمية الوعي والضمير وكذلك تطوير الأداء الوظيفية من جهتها أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة محمد جميل أن تعارض مصالح الموظف الحكومي يهدر المال العام ويتسبب في انتشار الرشوة